ونذكركم كذلك بوقف اليتم الأول بوادي عمود منطقة جازان هذا الوقف هو خاص أو يكون ريعة على الأيتام على هذه الفئة الغالية على قلوبنا على هذه الفئة التي فقدت أغلى إنسان في حياتها أغلى شخص يعني يحبونها العائلة وهو الأب هو قيوم العائلة هو سند العائلة بعد الله سبحانه وتعالى وكذلك هذه الأمة الأرملة انكسر ظهرها وهذا الابن كذلك انكسر ظهرها بفقده لقيوم العائلة وهو الأب فنحن بعد الله تعالى وإياكم نكون عون لهذه إن شاء الله الفئة بعد الله سبحانه وتعالى حتى لا يحتاجون إلى الآخرين ولا يحتاجون إلى أن الأرملة تترك أبنائها وتبحث لسؤال الناس وكذلك اليتام لا يكون يشغل عن مدرسته وعن دراسته للبحث وسؤال الناس فنحن نكون بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الوقف القائم والمصرح من الدولة وكذلك تحت مضلة الحكمة فنكون إن شاء الله تعالى بقي الآن معنا ما يقرب من تقريبا حوالي أسبوعين أو يزيد أيام أو ينقص فنكون إن شاء الله تعالى أن أمننا بالله سبحانه وتعالى ثم بكم مشاهدين الكرام أن يغلق هذا الوقف قبل نهاية إن شاء الله تعالى البرنامج فكلنا إن شاء الله تعالى عون ونحتسب كذلك الأجر بعد الله سبحانه وتعالى في نشر هذا الوقف للقروبات عندنا وعلى التواصل الاجتماعي حتى نكون كالدال على الخير كفاعلة ونفوز كلنا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين وكذلك نحصل على فضل الصدقة وفضل هذا الوقف حتى يستمر هذا الأجر إلى يوم القيامة ويكون الإنسان في قبره إذا مات كما أخبر الله سلم ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقا تجارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح لدعو له فنعود إلى برنامج على موضوعنا وهو التجارة الرابحة ونرجع إلى شيخنا أبو مهند بارك الله فيك وهذا لعله اللي أنت تذكره الآن من أعظم التجارة مع الله التجارة الرابحة وهو اللي نتطرق له زي ما قلتك في قضية الرقم الحسابي وحتى نبدأ لا بد نعمق كما ذكرت في البداية مسألة تعميق الإيمان باليوم الآخر تعميق الإيمان باليوم الآخر نعمقه أو من الأشياء الحصية اللي نعمقه أن ما مضى من أيامنا لن يعود سنة 1440 انتهت الشهر اللي مضى اللي هو وشهو شهر ايش جماد الثاني انتهى ودينا الآن في شهر رجب مقبلين على شعباني نحيانا الله وإياكم ثم مرة مضى نسأل الله يبلغنا وإياكم الله أمامنا وإخواننا المشاهدين ومشاهدات وحنا على خير ونصومه ونقومه يا ربي يا كريم فالآن المسألة اللي مضى مضى انتبه ما عليك انت قصرت شد حيلك من الآن ابدأ التجارة وفي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكلنا نحب الفلوس أعطي هذا الوقف أعطي هذا الوقف أعطي هذا الوقف ترى الوقف ثابت تمضي الأيام وتمضي السنون ونموت ونلقى الله والوقف اسمه وقف تجارة تبقى لك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم من قطع عمل إلا من ثلاث تصير هذه الشركة شغالة وإش هي وقت تكفل لك يتيم يمكن تشارك في يتيمين كل ما زدت شاركت في أكثر زاد الأجر زادت التجارة زادت الأرباح زادت الأسهم زادت هذه التجارة الحقيقية وثم نأتي إلى الحساب الذي ذكرناه قبل قليل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل يحبه ريال سمه جنيه دولار اللي يصير كمثل حبه أنبتت سبعة سنابل الريال أعطى سبعة بعدين في كل سنبلة مئة حبه كم صار الريال سبعمائة ريال والله يضاعف لمن يشاء فاللي يحط مئة كم بتصير سبع الاف وتعالوا يضاعف لمن يشاء واللي يحط ألف تصير المضاعفة عجيبة مرة فالتجارة مع الله رابحة رابحة سوق الأسهم وش أخباره يا أخوي جمال وش صار فيه والله نم الذبذب مرة ها ومرة والله فيه ربح ذالأيام ونشد حالة وكما النسبة تطلع تهدوا وقال ربح حيانا منكسر ما يصل واحد بالمئة وقل لي وصل خمسة ستة بالمئة وفي السنة يا الله يوصل ثلاثين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة وطلاط يرتفع وينزل معه ويجي ذاك اليوم لأنه خابق وش كل شيء وش رأت حمراء لكن مع الله لا لا شك مع الله لا وعكس السيئة نصر الله العافية اللي هي بمثلها شكرا لعمل الله سبحانه وتعالى نعم الحسنة مضاعفة والسيئة بمثلها بمثلها ومن ترى في الحديث من تركها خوف من الله كتبت له حسنة يا الله فضل الله عظيم هذه التجارة الحقيقية مع الله الحسنة بعشرة أمثالها إذا هم الإنسان بالحسنة الآن واحد وده يتمنى ما عنده فلوس الآن النية صالحة النية صالحة ما عنده مو عنده اللي عنده هذا قد لا يدخل لدى الحديث لكن فهما في الأجر السواء مع اللي أنفق واحد أنفق عطى سهم أقل سهم قلته كم ثلاثمائة ريال ولا لا شيخ ثلاثمائة ريال ثلاثمائة ريال ثلاثمائة ريال أعطى واحد يقول يا ليس معي ثلاثمائة هو صادر لكن ما عنده ثلاثمائة فهما في الأجر السواء فكيف اللي يعطي وهذا ثلاثمائة يضاعف لها أكثر وأكثر فالتجارة مع الله عظيمة جدا ويزيدها يقيننا وزيادة يقيننا باليوم الآخر تراها مبروكة والعلي أختم في هذه الآن الكلمة أو في دور الآن الدور الثاني لقانا المبارك هذا بأن الصدقة مبروكة لك في الدنيا مبروكة لك في قبرك مبروكة لك يوم حشرك مبروكة لك يوم القيامة في دخولك الجنة يا الله من فضلك يا الله من فضلك في دنياك يخلف الله عليك خير قد لا يخلف المال يخلفك صحة صلاح ذرية يخلفك أنه يدفع عنك بلاية وفي قبرك كذلك يخلف الله ويوم الحشر جاء في الحديث الصحيح المؤمن في ظل صدقته ثم تأتي يوم القيامة بزيادة كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبله كم من عذق الرداح لأبي الدحداح تجد كل ما أنفقته مضاعف لك في الجنة لعل هذا في مجال الإنفاق والحساب المالي حتى ما يبخل الإنسان ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء ننتعامل مع الله الغني الله يبارك فيك مجمعين بسم الله والصلاة 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 والرسل الله أنا أتوقف عند قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور هذه كلمة لن تبور من يتفكر فيها يتعجب يعني تجارة لن تخسر لو تجي إلى أحد ترف الدنيا تقول تجارة لن تخسر هذا يعتبر ربا التجارة غير قابلة للخسارة يعني أكثر قول البقهاء يذكرونها ونتعجب يعني من لفظة تجارة مع الله الله سبحانه وتعالى وشي يقول فقرها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أنا العبد الفقير المسكين أقرض الله أقرض الخالق أقرض الرب اللي بيده الدنيا كلها أيضا نستحضر من هالمعاني معنى أن الله من أسماءه الغني الشكور الغني المستغني عن الخلق وعما بديهم وعما لديهم بل هو اللي يمنحهم الشكور هو يعني من يزيد المال عنده وينمى لديه فهذه معاني إلى منك استحضرتها في التجارة مع الله تتعجب يعني منها أنا بذكر قصة يعني حصلت لي قديما سات لي واحد كان يعمل في أحد الجهات قلت أنتم كيف تجندون الناس قال لكل واحد ثمن قلت شون لكل واحد ثمن قال قال هذه كذا ما أنا ما جت في بحلي وش كل واحد ثمن وما استسقت إجابة يعني قاعد يشرح لي يعني نجي كذا ونجي كذا ونجي كذا ونجي يقول حنا وجدنا لكل إنسان ثمن يقول وجدناه لكن منهم اللي ثمنه غالي ومنهم اللي ثمنه يعني رخيص نقدر نجيبه ومنهم من نقدر نجيبه بدون ثمن يعني يكون مصورت عليه فكنت تعجب من هالأمر هذا وإذا بي يعني تمر علي آية سبحان الله تؤكد هالمعنى يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بس بماذا بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقه فالتجارة مع الله موجودة بل الله يشتري منك نفسك وتدخل معه فالتجارة مع الله لدرجة أنه يعني تتعامل معك أنك تتعامل بالدنيا ولكن بربح مضمون وربح يعني أكيد إذا أخلصت النية لله وهذه ما يعني مشاركت مني أحبت أقولها ندى المجال أبو الله سعيد كذلك نصبح الآن أهلاً ومشو نقول حنا حياكم الله لما تأخر ولا نقول ترى حنا سوينا غرامات تأخير حياكم الله كل واحد يتأخر عليه غرامة سهم في الوقف يدفعها للوقف يا مرحبا يا مرحبا هذه غرامة تأخر هذه تجارة فنصبح على أخونا سعيد الحارثي دكتور سعيد الحارثي ومحمد حياكم الله ونسجل عليه اليوم سهم إن شاء الله في الوقف جزاء على تأخيره بس ما هو عادي تأخرهم بكرة عايز ندفعه للسملاء يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله هذه فرصة طيبة والكلام في هذا الموضوع كلام جميل جدا لكن أنا أعطيكم بعض الآيات والأحاديث في هذا الباب انتناولها ثم ناتي ونعرج على شيء من الكلام حولها الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تدار وتنتجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرون لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خيرون لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات وإن تجري من تحتها لأنهار ومساكنة طيبة في جنات عدن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون أن أسر من الله يفتحون قريب وقال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مارز أقرام سراً وعالاني يرجون تجارة لأن تبور ليوفيهم الله ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكو وفي الحديث أن الصحابة قالوا لو نعلم أي الأعمال أحبوا إلى الله جل وعلا فنزلت الآيات حينما تكلموا حول الموضوع هذا قال عفوا يمكن يعني نزلت يقولوا من معاني نزول الآية لو نعلم أحب الأعمال لله جل وعلا فنزلت هذه الآيات إن الذين يتمنوا كتاب الله أي نعم 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 وفي كذلك ليلة العقبة قال عبد الله بن رواحة لو اشترط لربك ولنفسك يا رسول الله حينما بايعهم عليه الصلاة والسلام فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بي شيء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وأنفسكم نعم قالوا فما لنا يا رسول قال الجنة الله قال ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وكذلك وكذلك مما يدل أيضا على التجارة الرابحة في الحياة حينما يتاجر الإنسان مع الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم في الحديث من قرى حرف من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة كما تعلمون بعشر أمثالها ثم قال الله صلى الله عليه وسلم لا قول أليف لام أليف لام ميم حرف ولكن أليف حرف ولام حرف وميم حرف الحسنة في عشر أمثالها والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة أكثر من سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء يعني أنت حينما تتاجر مع الله جل وعلا بعبادتك لله تبارك وتعالى تصبح الصباح قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبايعوا النفس فمعتقوها أو موبقها يعني معتقها من النار معتقها من عذاب الله معتقها من الخزي والندامة في الدنيا والآخرة بطاعته بعبادته جل وعلا توحيده بالصلاة بفعل الخيرات والابتعادة عن المنكرات هذه هذه التجارة مع الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس أليست هذه التجارة رابحة مع الله جل وعلا حينما تكر من هذا لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله أن الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت علي الشمس طيب ماذا الشمس تطلع على ماذا يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الشمس تطلع على الدنيا وما فيها أحب إلي مما طلعت علي الشمس سبحان الله والحمد لله ولم ي soci probable ورهية الباقيات الصالحات كذلك قال صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده وغرست لو نخلته في الجنة قال ابن القيم الرحمه الله الله كم يفوت الناس من نخلات يعني كم يفوت من نخلات في الجنة ما من المسلمين يغلسوا غلسين ويجرع أو يجرع بزرع عنده فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة يعني حينما تغلس هذا الغلس لا خير في كثيرا من أجوام إلا من أمره بصدقة أو معروف أو بصناح من بين الناس ما يفعل ذلك في تغير مرضا فسوف في أجرا عظيمة إذن أنت تبغى الأجر العظيم تبغى الهوز العظيم تبغى الجنة تبغى التجارة الرابحة عليك بالكثير من الحسنات بما تحتوي كلمة الحسنات حين تقول لا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أطيت ولا معطي لما أمعت لا ينفع ذا الجد منك يعني لا ينفع الغناء الغناء منك وأنت الغني سبحانه وتعالى اللهم أنفع غناء من فضل في الدنيا والآخرة إذن أنت حينما تعمل هذه الطاعات وتبتغي ما عند فاطر الأرض والسماوات أنت في تجارة معه جل وعلا ولن تخسر يرجون تجارة لن تبور ليس هناك خسارة وليس هناك ندم حينما تتاجر مع الله جل وعلا ولا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقال وقاتل أولئك أعظم درجة حينما تكون من المبادرين في أول العاملين سواء كان في الإنفاق سواء كان في العلم سواء كان في أي مجال من المجالات اضرب بسهما في هذا وأبشر ثم أبشر حينما تصبح الصباح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها تكون من المتوضيين ومن المصلين الذين ترتفع درجاتهم تكفر عنهم السيئات متوضي مصلي طائعا لله جل وعلا أنت في سيرك إلى الله جل وعلا تعمل الأعمال وتقدم الحسنات وتكفر السيئات في ليلك ونهارك الذي جعل الليلة والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر تشكر الله جل وعلا يزيدك سبحانه وتعالى من فضله ويعطيك فالله أعطاك فابذل من عطيته فالماله عليه يثل الجسم رحاله وستتقب مع الله بين يد الله جل وعلا يوم القيامة ترى الناس قد تزودوا معهم الحسنات ومعهم الأرصدة ويقول الشاعر إذا أنت لم ترحل بزادة من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على إن لم تكون كمثلهم وأنك لم ترصد لما كان أرصد فحريهم بنا أن نرصد الحسنات من الكثير من هذا الجانب فغدا سوف يعني نرى ليس هناك إلا حسنات وسيئات لن تستطيع أن تفتدي ولن تستطيع أن تعمل لأنه انتهى وقسوق العمل الآن في الدنيا لمن أرادني يكثر الآن فليكثر وليغرس غرسه من الآن بالحسنات بالطاعات بالبذل بالعطاء بالعلم بكل ما تستطيع أن تقدم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله أعلم صلى الله وسلم على المرح الله سبحانه وتعالى لكن من مكارم الله سبحانه وتعالى علينا أنه أعطانا فرص عديدة في التزود بالطاعات وبالخير الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الصلاة المكتوبة بنا الله له بيت في الجنة عمل بسيط بإنجاز جميل أعطانا الله سبحانه وتعالى الاستغفار استغفروا ربك وأنه كان غفارا يرسل عليكم السماء يرسل السماء عليكم يرسل الدرارة الآية أعطانا الصلاة على النبي الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلاة الواحد